وقالنا النهاردة توقعات حضراتكم الماتش هيتلعب ولا مش هيتلعب هل سيكون هناك مخرج لهذه الأزمة أم لن يكون هناك مخرج لهذه الأزمة إذا سمناها بالفعل أزمة طيب أقول لكم النهاردة الحقيقة كواليس أتصور إن محدش يعرفها غيرنا أتصور هذا والله وأعلم يعني أنا قلت لكم برح انفراد إن النهاردة فيه اجتماع لمجلس إدارة نادي زمالك بالكامل ظهرا مش مخلوق قاله في مصر غير في الامبسي بالفعل النهاردة كان هناك اجتماع استمر لمدة أربع ساعات في منزل الكابتن حسين لبيب فيه هنا في أكتوبر جنبينا هنا حضره جميع أعضاء مجلس إدارة نادي زمالك بالستثناء الأخ برزي لصروف خاصة به طيب إنه موجود خارج جمهورية مصر العربية هذا الاجتماع هو اجتماع مغلق واجتماع وفقاً للتعليمات سري للغاية ولكن بفضل الله توصلنا إلى تفاصيل هذا الاجتماع اللي هنقوله لحضراتكم بالحرف الواحد طبعاً في البداية تكلم الكابتن حسين لبيب عن الأدمى وعن توابع دي الأزمة وعن الاتصالات اللي حصلت معاه من جانب طبعاً النائب أحمد دياب والأمور الخاصة بهذا الأمر استدعوا المحامي الأستاذ نصر عزام المحامي الدولي لحضور هذه الجلسة وتواجد أيضاً في هذه الجلسة شخصية هامة لها اتصالات قوية بمسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الدولي وجرى النقاش حول الأزمة وتبعات هذه الأزمة وتحدث الجميع كل أدل بدلوه ولكن في النهاية كان الاتفاق الكامل بين جميع الأعضاء أنهم يتمسكوا بقرارهم بعدم لعب هذه المباراة إلا بعد تحقيق مطالبهم بالكامل وهو أمر مستحيل التحقيق في الواقع يعني وهناك إجماع كامل من أعضاء مجلس أدارة نادي الزمالك في هذا الأمر الشخصية الهامة اللي كانت موجودة كان دورها أن هي تتصل بشخصية رفيعة المستوى في الاتحاد الدولي له علاقة شخصية به لسؤاله حول هذا الأمر ومدى مشروعية طلب نادي الزمالك وهذا أمر جيد لحيان من جانب نادي الزمالك ومجلسه أنه بيستقري اللواح الخارجية يعني لو أنا عملت كذا إيه اللي هيحصل كده يعني ده مهم طبعا فهذه الشخصية رفيعة المستوى في الاتحاد الدولي اديتهم رقم المسؤول القانوني الخاص بالشكاوى في الاتحاد الدولي عشان يدلي بدلوه القانوني في هذا الأمر وبالفعل تم الاتصال بمسؤول الشكاوى بالاتحاد الدولي مسؤول الشكاوى بالاتحاد الدولي قال لهم اللي انتوا قلتوا دلوقتي يفتقد إلى العدالة والنزاهة والحيادية والتلاتة دول هم شعار الاتحاد الدولي وقال أنه التأجيلات يجب أن تكون بعدد محدود من المباريات وليس بالعدد اللي شرحوا الشخصية الهامة لمسؤول الشكاوى بالاتحاد الدولي قال ده عدد كبير جدا من التأجيلات ولا يجوز على الإطلاق هذا العدد وأضاف نقطة هامة جدا أنه يجب على الاتحادات المحلية أن تختر أنديتها بجدول المباريات كاملا أو شبه كاملا قبل بدء المسابقة بـ 22 يوم على الأكثر وطبعا هذا لا يحدث إطلاقا في مصرنا العزيزة خالص وبالتالي هو إجاباته قوة قلب مجلس إدارة نادي الزمالك كابت حسين لبيب شرح أنه في لقاءه مع النايب أحمد دياب عرض عليه أحمد بي دياب أنه هو يقيل الحج عامر حسين من لجنة المسابقات وأنه هو مستعد أيضا أحمد بي دياب أنه هو يفسخ عقد المسؤول الأجنبي عن لجنة الحكام ويدفعله الشرط الجزائي من جيبه لأنه عقده بينتهي مسؤول التحكيم في تحد الكرة عقده بينتهي في شهر أغسطس قال له مستعد أنه نفسخ عقده وهنتفعله الشرط الجزائي هذا العرض وهذا العرض مقابل الموافقة على أنه هو يلعب مباراة الأهلي ويستمر الأمر على ما هو عليه ده كلام الكابتن حسين لبيب وقال لأعضاء المجلس أنه هو رفض العرضين اللي تقدم بهما النائب أحمد دياب وبالتالي الأمر استمر إلى رأي واحد وهو عدم لعب المباراة أمر آخر مهم جدا تناولته المكالمة اللي معه الشخصية الخاصة بالشكاوى في الاتحاد الدولي وهو موضوع دورة التراقي وخلي بالكم اللي هقوله كواس قوي مجمل الكلام مع مسؤول الاتحاد الدولي فيما يتعلق بدورة التراقي أنتو عارفين دورة التراقي أنه الأول والتاني في دور المحترفين بيطلعوا مباشرة إلى الدوري الممتاز اللي هما بيتروجيت وغزل المحل والتالت بتعمل هو حرس الحدود بيلعب مع التلاتة الأوائل بتوع القسم التالت اللي هو بعد دور المحترفين يعني اللي هما أعتقد سبورتنج قولوا لي يا جماعة ومين تاني سبورتنج ومين كمان لا حرس الحدود ده خلاص من المحترفين الترسانة وسبورتنج ونادي تالت اللي هو مين بقى السويس تقريبا ومنتخب السويس تلاتة دول هما أوائل القسم التالت اللي هو بعد المحترفين بيلعبوا حاليا دورة مع حرس الحدود اللي هو تالت المحترفين علشان هذه الدورة ينتج منها فريق واحد يصعد مباشرة إلى الدورة الممتاز قد يكون هذا الفريق هو واحد من التلاتة اللي في القسم التالت اللي هو سبورتنج أو منتخب السويس أو الترسان ماتشي الأخير يوم اللي أربعة الجاي تقريبا أو حاجة زي كده اللي هو الحرس وسبورتنج طيب واحد فيهم هيصعد كلام المسؤول الخاص بالتحاد الدولي أن هذا الأمر غير معمول بإطلاق في حد في العالم وأنه معيب طب هنا السؤال لو سبورتنج هو اللي سعد هل حرس الحدود باعتبره تالت المحترفين لو تقدم بشكوى لالاتحاد الدولي سيتم الاستجابة له وإلغاء صعود سبورتنج واعتماد صعود هذا الفريق حرس حدود هو تالت المحترفين لدولي الممتاز كل شيء وارد جدا هو صحيح فيه ليحة عملت وأوعلن بها الجميع في البداية ولكنها لائحة معيب لأنه مفيش في الدنيا وأنا قلت الكلام ده في حين وعلى فكرة قلت دي معمولة تفصيل علشان خاطر يمرروا دور المحترفين عشان لأن ديها توافق على دور المحترفين لازم يبقى فيه أمل للجماعة بتعقل قسم التالت أنه ممكن واحد منهم يطلع مباشرة للدور الممتاز وأنا قلت ده أمر معيب جدا قلت أتحاد الكرة أن يكون قوي ويعمل دور محترفين مظبوط وانتهينا على كده وهذه المصلحة العامة وتمشي القواعد العادية تلاتة من دور المحترفين يطلعوا وتلاتة من الممتاز ينزلوا شكرا ده الأمر الطبيعي جدا والمعمول بجدا لكن الوضع اللي موجود أنا بحكي لكم بالمناسبة الحوار يعني هو وضع معيب للغاية ده خلاصة الاجتماع اللي تم النهاردة واستمر لمدة أربع ساعات في منزل الكابتن حسين لبي طبعا أيضا المجموعة قررت تقديم شكوى إلى لجنة الانضباط ضد الكابتن سروة سويلم لما صدر عنه من تصريحات اعتبرها مجلس صدارة نادي الزمالك إنها إهانة أو مسيئة لنادي الزمالك طيب لأنا بقول لكم دي تفاصيل ما فيش مخلوق يعرفها لكن أنا متأكد دلوقتي إن مجموعة من المعدين مع الأصدقاء الأعزاء في مختلف القنوات هياخدوها ويقولوها لأصدقاءنا المسيئين عشان يقولوها على إن هي انفرادة عندهم يعني فبصوا في الساعة دلوقتي ساعة واحدة لرب بعد دقيقة ودقيقتين هتلاقي في ناس كتير بيقولوا طيب نرجع بقى ونقول ماذا سيحدث كابتر حسين لبيب النهاردة إدى تعليمات إنه هو المفوض الوحيد إذا أراد حد أن يجري أي اتصال معاه يعني اللي عايز يتفاوض مرة تانية في هذا الأمر التفاوض مباشرة مع كابتر حسين لبيب شخصيا في مشكلة أخرى إن النادي الأهلي بعت شيك بسبعين ألف دولار وتم إرسال الشيك للحكم الأسباني اللي هيجي هو والطاقم بتاعه ده بكرة يوصلوا عشرة بالليل ومن دوم من العلاقات العامة في اتحاد الكورة هيروح يستنعهم في المطار وياخدهم على الأوتيل والحكاية والروال والبروتوكول العادي ده طيب ماذا لو لم تلعب هذه المباراة ملنش دعب يعني ملنش دعب خلاص بين أبس وطور راحه طب الزمالك هيدفع حاجة فيه ملوش دعب هو ليس طرف في هذا الأمر اللي طالب حكام أجانب هو النادي الأهلي النادي الأهلي هو اللي طلب استخدامتش ده بتاع الأهلي هو صاحب الملعب وبالتالي هو اللي طلب استخدام حكام أجانب إذن حكام دول كده كده حجزت طائرات وكل حاجة والدنيا خلصت خلاص وبالتالي إذا الماتش ما تلعبش شكراً على سبعين ألف دولار راحوا على النادي الأهلي كأننا عندنا دولارات بالزيادة قوي يعني طيب إيه اللي أنا عايز أقوله لأصدقائنا في مجلس إدارة نادي الزمالك أنا اتكلمت مبارح بإسهاب شديد وأعطيت نادي الزمالك حقه في بعض الأمور وأيضاً قلت ما يصحش على رابطة الأندية في البيان بتاعها إنها تقول إذا الزمالك ما أردش إن هو يلعب بما معناها هو حور وقلت دا لو كان الأهلي صعب هذا الموقف ما كانش الصياغة هتبقى كده حيئة يعني وقلت كمان رداً على اللي بيقوله هو الزمالك ماله ده ما بينفس على الدوري حتى ولو لم يكن ينافس على الدوري حتى وهو مش هينافس على الدوري أنا عارف أنا بقول إيه وإنتوا عارفين موقف النادي ونقاطه مع تسلسل المباريات ومع تفوق بيرامد ومسيرة النادي الأهلي صعب أوي إنه هو يعني يوصل لهذه النقاط يعني بالأرقام مش مستحيل لكن بالوضع اللي احنا عارفينه مستحيل لكن ده لا يمنع إطلاقا من حق نادي الزمالك إنه هو يطلب مطالبه الخاصة بالتأجلات طب برضو عشان الناس مش عارفة طب هي المشكلة في أنا وما تشاهد أخواننا مشكلة في خمس مباريات أقوله لكم خمس مباريات بالعدد طلاع الجيش والأهل أدي ماتش ده المقرر لها واحد يوليا طلاع الجيش والزمالك يتلعب 11 يوليا الأهل وبيراميز يتلعب 12 يوليا الزمالك وبلدية المحلة يتلعب 15 يوليا وأخيرا في أدشر والأهل يتلعب 16 يوليا دول الخمس مباريات اللي يتحدث فيهم نادي الزمالك طب يتحدث في دول ليه؟ على أساس دول ترتيب المؤجلات يعني بالبلد عشان الناس تبقى فاهمان اللي بتسمعني دلوقتي ماينفعش أجيب ماتش كان معاده مثلا مثلا يوم 10 يوليا أجيبه والعب هذه المباراة قبل ماتش كان مقرر لها واحد يوليا يعني لو عندي ماتشين للأهل ماتش يوم واحد يوليا وماتش يوم عشر يوليا الزمالك بيقول ده يتلعب يوم واحد وده يتلعب يوم عشر قبل عواطف أو طنت عواطف جابت أبو عشر قبل يوم واحد ودت أبو واحد يوم عشر ليه ما أنا برضو نفسي أسأل ما أنا برضو يا جماعة لازم يبقى عندنا منطق في الحوار ولازم وإحنا بنناقش لا نبقى أهلوية ولا نبقى زمالكوية نبقى حقانيين لمصلحة مين بترتب المباريات لمصلحة مين لا ما تحط يا سيدي الترتيب زي ما هو ما خلاص دور الأبطال خلص والكونفرالية خلصت وما عندناش بطولة عربية ولا عندنا حاجة إيه اللي بيخليك تلعب في الترتيب إيه اللي بتزبطها على الكيف ليه إيه اللي يخليك تجيب بالبلد المباريات ضعيفة وبعين المباريات في الأخير قوية أنا مش عادة يعني حد يا جماعة يديني منطق إحنا لو اتحاد قوي وربطة قوية اللي يعمل ده ما يعودش في مكانه مع كل الإحترام للجميع مع كل الإحترام والتقدير للجميع لكن هي مش عزبة هي مش عزبة تحط ده هنا وتحط ده هنا في حاجة اسمها لوائح وسيبك من لوائح يا سيدي في حاجة اسمها عدل ونزاهة إذا كان هناك ترتيب أنا قلت الترتيب ها هو ما تلعب الترتيب زي ما هو إيه اللي ليه بتلعب في الترتيب لمصلحة مين بتلعب في الترتيب أنا لازم أقول كده وما ينفعش أقول غير كده ولو قلت غير كده أبقى راجل مش مظبوط أو راجل ما عنديش كلمة عادلة أقول طيب أنا قلت هو لكن كمان بقول لمجلس قدارة نادي الزمالك وأنتم رجال دولة إحنا غرازنا 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 خلاص خلينا وقعين غرازنا بخلي بالك أنا لساني نشف من بداية الموسم يشهد علي يا ربنا واللي بيسمعني واللي بيتابعني مفيش مرة ما اتكلمتش في هذا الوضع وفي التأجيلات الرهيبة 14 مباراة أجل للأهلي و14 مباراة أجل لسماك مش ممكن واحد طلعلي من يومين 3 يقول لك إيه يعني النهاردة كان الأهلي عنده ماتش يوم مثلا مثلا أنا مش عارف وقال إيه بالظبط بس عارف المعنى يعني قال لك لو عنده ماتش يوم 3 وجات له في البطولة الإفريقية ماتش يوم 3 طب يا لعب زي أبو 3 لا أبو 30 الوضوع ما كانش كده خالص الموضوع إنه كان عنده ماتش مثلا يوم 1 وماتش يوم 10 وفستيهم ماتش يوم 5 دوري محلي الباشا شل أبو دوري محلي ده عشان يبقى هو فاضي من 1 إلى 10 هي دي قصة إحنا بنلعب بالألفاظ وبنلعب بالتواريخ عشان نقنع الناس وهذه غير حقيقة الحقيقة إن إحنا حاولنا قد ما نقدر نريح الزباين عالكيف عالكيف وهذا لا يحدث إلا في بلاد الواقواق وبالتالي أرجع مرة تانية أخاطب نادي الزمالك ومجلسه السنة دي غرزنا غرزنا خلاص ونتمنى إن إحنا نتعلم من الدرس لكن من المؤكد إحنا مش حابين نشوف منظر إن الأهل في استاد القاهرة ومستنى الزمالك واللوتوبيس ما جايش والأسبان في دائرة السنتر والحاكم بيبص في ساعته هذا مظهر لا يليق بمصرنا الجميلة على الإطلاق ويضعنا جميعا في موقف المسئولية الأدبية تجاه بلدنا ما يصحش نشوف المظهر ده إطلاق ما ينفعش يقول إن هم تلت نقاط هيروحوا على الزمالك ويتخصن منه في نهاية الموسم تلت نقاط ما ينفعش يتقال كده أبدا أبدا على دور المصر أقدم دوري في المنطقة العربية ما ينفعش هذا مظهر لا يليق أبدا بينا ولا بإسمنا ولا بوضعنا الرياضي المحسوب علينا من قديم الأزل إذن أنا أخاطب مرة تانية مجلس إدارة نادي الزمالك وهبدأ بالجملة اللي قلتها من شوية إحنا غرزنا غرزنا خلاص ونتمنى أن المسئولين يكونوا تعلموا الدرس وإن بكرة يعلن عن من جانب نادي الزمالك عن إن هو بيلبي نداء الوطن نداء الواجب نداء رجال الدولة نداء رجال الدولة ويقول إن إحنا هنلعب المباراة وأنا بقول إن الزمالك علم على اتحاده الكرة وعلم على الربطة قولاً وحداً قولاً وحداً وننتهي من هذا الأمر ونعديها على خير ونعديها على خير وما نفرقش الناس علينا نتمنى هذا أنا قلت ما يملي علي ضميري بما يرد الله لأنا بتكلم للأهل ولا بتكلم للزمالك أنا بتكلم بما يرضي الله كلام منطقي من وجهة نظري أراه كذلك وأراه مهم جداً لسمعتنا الكروية الاستوديوهات العربية تتحدث عننا يا جماح تتحدث عننا يا جماح وتتناولنا باستخفاف وعندهم حق وفيه ماتش أهلي وزمالك لغاية النهاردة والماتش بعد بكر ما احنا شارفين هتلاعب ولا مش هتلاعب ميت تليفون النهاردة يقول للماتش الكابتل هتلاعب كده يعني ما ينفعش هذا هو الأمر طاقم التحكيم اللي نتمنى أنه ما ياخدش سبين ألف دولار وما يلعبش المباراة